نروح بعد كده بقى للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكاف اللي بيعقد اجتماع افتراضي أونلاين يعني وبيترأس الاجتماع طبعاً كالرئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي من المنتظر أن يضم جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود أهمها التقرير الجديدة على لجنة تقييم أمم أفريقيا 2025 و2027 وكذلك الاستعدادات لأمم أفريقيا 2023 في الكودبوار اللي بتقام في شهر يناير المقبل وده طبعاً أنا معترض على المعاد كما نقش الاجتماع التقرير الأمين العام عن الدوري الأفريقي لكرة القدم والمقرر له يوم 20 أكتوبر المقبل من بين البنود الاجتماع طبعاً منقشة التزامات شبكة بين سبورت اللي سادات الدفعات المتأخرة المستحقة الخاصة بحقوق البس التلفزيوني أنا ليه تعليقين بصراحة يعني أتمنى أن يبقى صوتنا مصموع فيهم أولاً بطولة أفريقيا اللي في يناير دي بيتضيع على لعيبة محترفين لعيبة أفرقى كتير محترفين في أوروبا أن هم يكملوا منافسة في أوروبا يعني فرقة زي ليفر بول محمد صلاح مش معاهم في شهر يناير فيه خمس موتشاط مثلاً في شهر يناير ممكن يبقى دالدروب بتاع ليفر بول اللي يبعدها عن مسابقة الدوري مثلاً يعني وكذلك العكس لو اللعيب هو اللي محتاجه التواجد في أوروبا يعني اللعيب تعب عشان يلاقي فرصة في أوروبا يا هيبيع المنتخب ومش هيجي يا هتروح عليه الفرصة أنه يعني في انتقلات يناير دي تحديداً فيه لعيبة كتير جداً لو تفتكروا منتخب ناجيريا البطولة اللي فاتت جاي فاضي ليه؟ اللعيبة كلها كتتنقلت في يناير فكله عايز يثبت نفسه وينافس فمش هيروح المنتخب والعكس لعيب زي محمد صلاح جاي منتخب مصر والمنتخب عنده أولوية فليفر بول هيقع وفيه فرقة فيها 3-4 لعيبة أفرقى خلاص وقعوا الفرقة وقعت أصلاً فالمعاد أول حاجة بالنسبة لي المعاد مش مناسب نتمنى أن نحن نبقى بنعمل البطولة في نهاية الموسم يعني زي ما مصر ننظمتها هنا في شهر 6 في نهاية الموسم وكتنكحة جداً أنا مش فاهم إيه الإصرار منها تبقى في يناير يعني